في مثل هذه الأيام من عام 2014 سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل ثاني أكبر محافظة العراق ليتمدد على نحو ثلث مساحة البلاد في مشهد أظهر عجز الجيش والقوات الأمنية التي أسستها حكومات الاحتلال من سحابها السريع والمفاجئ وتسليم المدينة إلا أن تداعيات هذا الحدث خلفت فيما بعد عشرات الآلاف من القتل العراقيين وارتكاب جرائم حرب مروعة فضلا عن تشريد الملايين خارج مدنهم الولايات المتحدة الأمريكية تابعت هذا الحدث الكبير لكنها لم تحرك ساكنا لصالح العراقيين وانتظرت حتى تمام مهمة لتعلن بعد ذلك عن تشكيل تحالف دولي للقضاء على التنظيم بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وميليشيا الحجد التي تأسست بحجة استعادة المدن المنكوبة ليبدأ مسلسل آخر من معاناة أهل تلك المدن بعمليات الخطف والتغييب القصري والتغيير الديمغرافي وسط حملات من النزوح والتهجير الطائفي العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدن المنكوبة في 2017 خلفت دمارا هائلا يقدر بأكثر من 88 مليار دولار أمريكي وفقا لوزارة التخطيط فضل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة فيما قال محافظ نينو الأسبق أثيل النجيفي إن محاكمة نور المالك لمسؤوليته عن تسليم مدينة الموصل إلى تنظيم داعش كان يفترض أن تتم عقب إعلان استعادة المدينة مباشرة وصد اتهامات وانتقادات لسلطة القضاء بالمماطلة في القبض على المتهمين ومحاسبة أبرز المتورطين بهذه الجريمة وعلى رأسهم نور المالكي الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك بجانب قيادة أمنية وعسكرية مع مرور تسع سنوات على أحداث الموصل إلا أن جثث القتلى لا تزال تحت الأنقاض ولم تتقدم الحكومة خطوة واحدة في ملف أعمال المدينة المنكوبة ولم تنهي ملف النازحين منذ سنوات ولأن الحكومة وميليشياتها حولت قضية الموصل إلى صفقات تربح سياسي واقتصادي على حساب سكانها مع استمرار سياسة التهميش والتحريض على سكان المدينة بخطاب الكراهية الذي تتخذه الحكومات المتعاقبة منهجا لها منذ 2003 وحتى اليوم